موسيقى 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 ورجعنا لحضراتكم تاني وعاوز اقول لحضراتكم حاجة في حاجات دائما تخلد في التاريخ يعني بتكتب في كتب التاريخ يعني هقول لحضراتكم نموذج مثلا في كندا في المدارس بيتعلموا او عرفوا ان اول امرأة عميد كلية الهندسة في تاريخ كندا هي البروفيسورة المصرية العظيمة البروفيسورة هودا أدمراري دائما في مصر نحتفل مثلا بانه اول سيدة كانت طيار كابتن طيار يعني هي السيدة العظيمة لطيفة النادي مصر الاسبوع اللي فات كانت على نقدر نقول على حاجة يعني اعلن او اعلن خبر هذا الخبر هيتحط في التاريخ سيدة مصرية عظيمة وهي المهندسة دينا عبد المنعم دينا عبد المنعم هي او مهندسة دينا هي سيدة زي كل المصريات الجمال لكن هي بتتميز بانها مكافحة بدأت السلم من اوله بدأت من مهندسة صيانة في مصانع الانتاج الحربي اللي دايما مشهود لها بالكفاءة وحتى اصبحت مساعد لوزير الانتاج الحربي والان مصر تحتفل بان بان لدينا سيدة وهي المهندسة دينا عبد المنعم رئيسة لمجلس ادارة مصنع 27 الحربي وما ادراك من مصنع 27 الحربي هذا المصنع اللي اطلق اول رصاصة زخيرة مصرية سيدة 1954 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والنهاردة في عهد فخامة الرئيس عفتاح السيسي هذا المصنع لأول مرة بترقصه او بتترقصه سيدة وهي المهندسة دينا عبد المنعم اهلا وسلم بحضرتك واحنا بقى فخورين بيك اد الدنيا دي كلها اهلا بيك يا سيد احمد انا اللي فخورة بيك وفخورة بالفقرة اللي قبلية ربنا خلى حضرتك شفتي الولاد قد ايه جميعا يعني هرب يد فخورة مؤثرة جدا يعني هما دول مستقبل هما دول مستقبل الحمد لله هي كده اجيال بتسلم اجيال اه اجيال بتسلم اجيال فالحمد لله الواحد اطمن يعني يعني ابأنا سلمونا واحنا مطمنين ويا رب ولادنا يبقوا لهم زي الولاد الجمال دول انا عرف ان عندك بردو سنوية عامة اه ده خليط كمتويتر ساينس كمتويتر ساينس فانا اللي خدت الامل من الفقرة اللي قبلية وبنا يا كريمك يا باشماندسة والله بحضرتك يعني فخر لكل السيدات والرجال ايضا احنا فخرين بحضرتك ممكن اكتر من الستاتك كمان با عاوز اقولك هو موضوع شكل وحلو بس التحدي اكبر بكتير جدا من الشكل صح؟ جدا جدا هي مسئولية يعني مسئولية كبيرة جدا يعني مسئولية وتحدي لان زي ما هذا كده قلت اول مرة فاول مرة دي المفروض ان هي ما تبقاش اخر مرة وتبقى دي بداية وتشجيع للكل صحيح فمسئولية ومسئولية التغيير وبرضو انت نوهت ان هو ده مصنع ده مصنع يعتبر من المصنع الرائدة في الانتاج الحربي اول مصنع احنا بنحتفل بعيد الانتاج الحربي على اساس اول طرقة اطلقة صنعة يعني مصرية في المصنع ده فهو مصنع رائد فانا اتمنى ان انا يعني ارجع وطاني رائد في حاجات تانية بقى مش بس الرصاص الحربي لأ فبقيت منتجات حربية ومنتجات مدنية ان شاء الله كمان يا رب ان شاء الله ممكن تديني فكرة عن مصنع 27 حربي هو ايه التاريخ وايه لان عشان الناس كلها تعرف قدر المسئولية الملقاة على حضرتك وحضرتك ان شاء الله ادىها ودود وعظم تقرار في اختيار سيدة لترقص هذا المصنع هو زي ما احنا كده نوهنا ان هو ده مصنع المصنع الرائدة في الانتاج الحربي هو بيصنع اللي هي زخيرة الاسلحة الصغيرة اكتر طبعا من نوع ما فيش مجال لذكرهها دلوقتي بس هو طبعا بيتعامل في منتجات العمل بتوع الاسلين القوات المسلحة والشرطة والحمد لله هو يعني مستمرين ومستمرين على قدر من الكفاءة وعلى وطاقتنا بنعملها كاملة وبنديهم احتجاتهم كاملة الحمد لله والحمد لله الكواليتي بتاعت الزخيرة اللي عندنا مقبولة بنسبة عالية جدا يعني الحمد لله ده الجزء الحربي بس زي ما احنا عارفين دايما هي الدولة المصرية برضو بتفكر اكتر من اكتر من نظرة يعني فهي لما انشأت المصانع الحربية دي علشان يبقى في وقت السلم المصانع دي ما تبقاش مهدرة والعمالة ومتوقفة ومهدرة والطاقات سواء البشرية او الصناعية فهو كان دايما بيتعامل احد المنتجات المدنية اللي هي برضو بتبقى باكب للسوق المصري يعني برضو السوق المصري كان معتمد عليها وكلنا عارفين الانتاج الحربي وعارفين بتجازات الانتاج والسخنات ومنتجات متينة معروف عنها المتانة والقوة والصلابة والسعر المناسب والديرابيليتي كمان مصنع 27 بقى كانت الحاجات اللي احنا مشهورة اللي احنا اكيد فكرناها كلنا المروحة المروحة القديمة التقيلة اللي هي كانت بتستمر بتعمر سنين فدي احد منتجاته كان بيصنع ويصنع الشفطات بيصنع لوحات الكهرباء لوحات الكهرباء دي برضو اللي احنا ايه برضو عارفينها فدي بعض من المنتجات وبعض الصناعات اللي هي بتصنع في المصنع ان شاء الله احنا بقى بصين لإيه ان الحاجات دي تتطور بقى دي جزء طبعا منها محلي وجزء بيبقى مستورد احنا املنا الفترة الجاية ان شاء الله ان هو مش بس يبقى لا يبقى كله محلي ان احنا نوصل بالنسب التصنيع فيه توطين الصناع توطين الصناع التوجيه الاستراتيجي اللي نطلعه في خمط الرئيس بالزبط كده اللي هو كل الاجراءات اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت دي كانت اجراءات معمولة علشان كده عشان ان احنا نعمق الصناع فاحنا نقويين ان شاء الله ان احنا نستغل الفرصة دي احسن استغلال ونحن نعمل كده إن شاء الله طبعا يعني عاوز أقول لحضراتكم المهندسة دينا عبنام هي باكريليوس هندسة قوة وآلات كهربائية ودرس بقى في جامعات كبيرة كمان في العالم كينجز في لندن مظبوط آه طبعا بالزبط كده في كينجز عادت أخذنا هناك فيه زي دبلومة إدارة أعمال ودي كانت شراكة كمان مع الجامعة الأمريكية وطبعا وزارة التخطيط هي برضو الداعمة الأساسية عشان رفع كفاءة الخيادات في الدولة المصرية برضو خدت كان كورس يعني كورس هيل جدا برضو كان اسمه خيادات النسائية كان برضو ده تأهيد من الدولة لكل خيادات النسائية الموجودة ده كان بالتعاون برضو مع جامعة ميزوري فدي أحد يعني أهم التأهيل بس حضرتك يعني ده تأهيل العلمي زي تأهيل الأكاديمي لكن حضرتك نقدر جبتيها من نقدر نقول من الأول من أول درجة من تحت يعني من أول مهندسة سيانة يعني ديكي في المكان أنا من 98 يعني كنت بتكلم مع الناس في 27 بقولهم أنا بقالي أكتر من 15 سنة في الورش أنا بالنسبة لي أن أنا المكاتب دي جديدة لكن أنا طول عمري بنت المصانع وبنت الورش ويعني وكنت بلف كل حتة في المصنع أنا ببقى عرفاها وحفظاها وليه فيها أيدي يعني فأنا بالنسبة لي دي مش حاجة غريبة قرار جريء أكيد يعني أكيد أكيد قرار جريء حتى بمعالي وزير الإنتاج الحربي وحضرتك يعني بأمانة كده تخيلتي أو توقعتي في يوم الأيام هيسنده ده السيدة خالص لأن ده هنقدر نقول إنه هو ده إيه كسر التابو كان ما حصلتش قبل كده فبالتالي الواحد مش متخيله ومش مستنيه فلما يعني تم تكليفي بالموضوع ده فطبعا أنا قعدت كده شوية مش عارفة رد يعني تحكي لي بقى مين اللي بلغت بالخرار في الأول يعني يعني سادة الوزير يعني قال لي إيه رأيك في كذا 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 أنا شايف إن أنت كذا وممكن نعمل كده وطبعا دي مسئولية خلي بالك وتحدي فبالضبط كده فما بقتش قادرة أن أنا يعني إيه فتحضرتك تسق فيه للدرجة دي يعني أنا متخيلة الموقف ده موقف يعني حاجة كبيرة جدا دي أول مرة تحصل ومسند لي فحضرتك متأكد من الموضوع ده فقال لي أنا واثق فيك وإنتي أنا مستنيك تشرفيني إنتي الحمد لله الفترة اللي فاتت دي كنت أنا دايما بقى شايف فيكي حد كويس يعني أو حد يقدر فأنا أنا مستنيك تشرفيني ومستنيك تحسيني أن أنا قدل أن أنت قدل مسئولية لأنا يعني رميتها على كتافك وده تحدي وأنا معاكي وكلنا معاكي وده اللي أنا شفته الحقيقة الحقيقة ما كنتش مصدقة الدعم الكامل من كل القيادات القيادات والصف التاني والعمالة العمال حضرتك اشتغلت معهم كتير كتير جدا وهو يعني وزارة الانتاج الحربي تحليها عامنا زي أسر عيلة لأنه من أظهر عامل الأكبر قيادة الأكبر عامل حتى كل الناس عارفة بعضها بالإسم وبالشكل وحتى اجتماعيا فيه تواصل اجتماعي بينكم وبعض صح وهم كلهم إخواتي وكانوا زمان لما كنت أصغر شوية كانوا الاستوات دول كانوا بيبقوا أباء لينة ومنتهى الاحترام الواحد عمره ما شاف على فكرة تمييز ولا عمره شاف حاجة أنه هو فيه لأ دي سيدة أو دي مهندسة بالعكس الله بس أنا واقف قدام جملة جميلة أو حقيقة قلتي حقيقة مهندسة باش مهندسة قد الدنيا ودخلة المصنف حقيقة تقولي الأسطى العامل أب لايه أوه طبعاً أوه طبعاً وممكن يعلمك عادي أوه طبعاً إحنا كلنا بتعلم من بعض الله هي دي أهم حاجة يعني إنه هو الواحد دايما بقبصص للناس كده مين أكتر أسطى في مصنع الإنتاج الحربي أثر في شخصية حضرتك لا دا كتير دا كتير أنا مش عايز بس أقول اسم عشان بقيم ما يزعلوش بس هما في ناس إحنا لغاية النهاردة أنا يعني إحنا بقلي فترة أنا كده مثلا حوالي 6-7 سنين بس إحنا في ناس كده على تواصل ولازم يتكلموا لازم التمنوا لازم يبركولي على كل حاجة الحد النهاردة في ناس مستمرة ربنا يديهم الصحة يا رب يا رب إن شاء الله حضرتك لما عرفتي الخبر مين أول واحد بلغتي بالخبر من المحيط بتاعك العائلة أكيد جوزي بقى طبعا هو رجل عظيم طبعا إنه وقف أه أه يعني أنا جوزي مش عايز أقولك يعني هو يعني هو وقف حياتي هو كل حاجة لأنه فعلا هو من غيره أنا في كل خطوة يعني من الماجستير مسندته لي كل كورسز في السفر طب أنا هسافر أنا مش هسافر لا أنا هسفكه إزاي لأ سافري ده مهم ليكي ده أحسن لك ده هيسقل خدراتك وده هيعرفك على ناس جديدة كانت كل مرة قرار أنا حس إن هو إيه أفضل للأسرة وقول لأ أنا مش هعمل كده عشان أسرتي كان يقولي لأ إحنا هنبقى مبسوطين وكان بيه ساندني لغاية 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 للوقت لغاية لغاية ناسبة اللي جاي إيه باش مهندسة بالنسبالك تحدي بقى اللي جاي كل خير اللي جاي مسؤولية طبعا كبيرة تحدي كبير مش هقولك إن أنا يعني أنا كنت مبسوطة لفترة زغنانة كده وبقى كده بقى شلت الهم خلاص حسيت بقى إن أنا كده إيه لأ ده أنا في ناس كتير قوي مستنية مني حاجة فطبعا أنا بدأت قصلا من أول يوم نزلت فيه بدأت قابلت مع الناس وبدأت نبدأ نحط خطط هنعمل إيه ونشوف إيه اللي عندنا وإيه اللي إحنا مخطين نعمله إيه أملنا بالنسبة للمصنع وحملتهم طبعا جزء من المسؤولية لإنه قلتهم إن إحنا كلنا إحنا فريق كلنا هنشتغل مع بعض لازم تبقوا في ظهري لازم تزقوني وأنا معاكم وكل أحلامكم إن شاء الله يعني كلنا مع بعض بإذن الله نقدر نحققها يعني يا رب إن شاء الله يعني بشكو حدرتك جدا المهندسة دين عبد المنعم بشكرا جدا لحضرتك والحمد لله إنه يعني إنه يشاء القدر إنه ستوديو برنامج مصر تستطيع يشهد أول لقاء مع هذه السيدة العظيمة وهي المهندسة دين عبد المنعم عشان نعلن قدام العالم كله إن الحمد لله إحنا عندنا سيدة رئيسة لمصنع أو رئيس مجلس إدارة مصنع 27 الحربي وهو واحد من أهم المصانع الحربية في مصر بشكر حضراتكم جدا ونلتقي يوم الخميس والجمعة القادمين في حلقات جديدة من برنامج مصر تستطيع مصر تستطيع